السلام عليكم ورحمة الله. طالبات وطالبات اولى وتانية سنوية. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح ازاي تسجل الاستمرار الالكترونية بتاعتك وازاي تعمل البريد المدرسي الموحد. هتدخل على الرابط الموجود في الوصف اسفل الفيديو. هيدخلك على صفحة فيها حاجتين. تسجيل الدخول وانشاء حساب البريد الالكتروني. لو انت في تانية سنوية هيكون معاك البريد الالكتروني بتاعها سنة اولى. ده هتسجل بيه عادي. اما لو انت في سنة اولى في الحالة دي هتحتاج ان انت تسجل بريد الالكتروني من اوله جديد. هتدخل على انشاء حساب البريد الالكتروني. هيدي لك حاجتين. حساب المعلم وحساب الطالب. هتضغط على حساب الطالب. هيطلب منك ادخال الرقم القومي. لو انت معاك اه لو انت طلعت بطاقة هتلاقي موجود اللي هو الرقم القومي موجود في البطاقة. لو ما كانش معك بطاقة هتلاقيه موجود في شهات الميلاد. اه عبارة عن اربعتاشر الرقم. هتدخل الاربعتاشر الرقم بتوعك. وبعد كده هيتطلب منك ادخال كود الطالب. كود الطالب ده هتلاقي موجود فين? اصال دفع المصاريف اللي هتسدده في البريد او اصال تأمين التابلت. الاصالات ديت هتلاقي موجود فيها كود الطالب. كود الطالب هتسجله هنا. وتضغط على انا لست روبوت. وبعدين اتحقق من البيانات. بعد ما تضغط على اتحقق من البيانات هيدخلك على صفحة. الجزء الاول في الصفحة هتلاقي البنات الاساسية بتاعتك. الاسم. الصف. الادارة التعليمية. المدرسة. تتأكد منها انها مظبوطة. وبعد كده هتنزل على الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت في الصفحة موجود فيه رقم الموبايل وموجود فيه البريد الالكتروني البديل. المقصود بالبريد الالكتروني البديل ان انت هنا هتكتب البريد الالكتروني العادي بتاعك. اللي هو لو لك بريد الالكتروني على الجيميل او على ياهو او على الهوت هتكتب البرد الالكتروني ده هتكتبه وبعدين تكتبه في الخانة اللي جنبها اللي هي تأكيد البرد الالكتروني البديل وبعدين تحت هتكتب الباسورد الجديدة بتاعتك اللي انت عايز تعمله وهنا كاتب لك ملاحظة ان الباسورد ما يقلش عن عشر حروف طبعا بيبقى هنا عبارة عن حروف وارقام ورموز بحيس ان انت برضو يبقى فيه من ضمن الحروف حروف كابيتل وحروف الافضل ان انت علشان ما تنساش الباسورد بتاعتك اكتب الباسورد زي الباسورد الاديمة اللي هي بتبقى الاصلية اللي موجودة اللي هي بتكتب ازاي بتكتب حرف يبقى اس كابيتل تي اسمول دي اسمول وبعدين علامة الشباك وبعدين فيه ست ارقام بيتكتبه جنبهم اللي هم ايه ست ارقام دول اللي هم اخر ست ارقام في الرقم القومي بتاعك بعد ما تستبعد رقم تلاتة هتلاقي اول رقم من الشمال رقم تلاتة الست ارقام اللي بعد منه من ناحية الشمال هتكتب الست أرقام دول يبقى S capital T small D small بعدين علامة الشباك وبعدين الست أرقام دول ده عددا هي ديت الباسورد القديمة طبعا أنت متاح لك أنت تكتب أي باسورد براحتك الباسورد اللي أنت عايز تكتبها اكتبها بس ديت لما تكتب لو في أي وقت أنت نسيت الباسورد خلاص أنت عارف أن طريقة الباسورد بتكتب إزاي لو ما تلت حروف دولت وبعدين علامة الشباك وبعدين الست أرقام اللي هما في التاريخ الميلاد بتاعك أو في الرقم القومي بتاعك وبعدين تكتب كلمة المرور الجديدة وبعدين تأكيد كلمة المرور وبعدين تضغط أنا وبعدين إنشاء هتضغط على إنشاء الحساب وإرسال كود التأكيد إلى البريد الإلكتروني البديل اللي هيحصل في الحالة ديت إنه هو هنا هيبعت لك كود من أرقام كود مكون من أرقام هيبعته لك على البريد الإلكتروني اللي أنت كتبته اللي هو من الجيميل أو الياهو حسب البريد الإلكتروني بتاعك هيبعت لك رسالة وبعد كده هيفتح لك صفحة تانية بيطلب ادخل كود التأكيد طبعا كود التأكيد ده انه هتلاقيه على البريد الالكتروني اللي انت دخلته هتجيب الكود وتكتبه هنا وبعدين تضغط انا لست روبط نفس الكلام كده هيتفعل كود التأكيد بتاعك هديلك رسالة انه تم انشاء الحساب بنجاح وفي الرسالة هتلاقيه كاتب لك البريد الالكتروني بتاعك اللي هو البريد الالكتروني الموحد بتاعك هيكتبهولك وتحت منه موجود كلمة المرور خد الرسالة دي تخدها سكرين شوت او صورها بالموبايل اي حاجة بحيث ان هي تبقى موجودة معاك بحيث ما تنسهاش تبقى انت عارف البريد الالكتروني بتاعك وعارف الباسورد هترجع تاني على الشاشة الرئاسية وتضغط على تسجيل الدخول هتكتب البريد الالكتروني بتاعك اللي انت جبته وتضغط على تسجيل الدخول هيدخلك على شاشة هيطلب منك الباسورد هتكتب الباسورد اللي معاك اللي انت جبتها بعد كده هيديلك الصفحة الاساسية اللي فيها البيانات بتاعتك سواء البيانات المحفوظة بتاعتك او البيانات اللي احنا هنشتغل عليها هتلاقي الجزء اللي فوق موجود فيه بيانات متسجلة جاهزة طبعا هتتأكد ان البيانات ديت صحيحة اسم الطالب وكود الطالب والرقم القومي وجنسية الطالب ومحافظة الميلاد البيانات صحيحة تماما فيش مشكلة هيديلك جزء الخاص بتحميله الصورة طبعا هنا في الجزء الخاص بتحميله الصورة مطلوب صورة اربعة في ستة على خلفية بيضة هتعمل تحميله الصورة وبعد كده هتنزل على الجزء اللي تحت وتستكمل البيانات بتاعتك هتلاقي فيه جزء تحت موجود محافظة العنوان مطلوب منك المحافظة العنوان المركز العنوان بالتفصيل اللي هو الشارع بتاعك وازا كان فيه رقم للبيت والكلام ده وموجود عندك رقم الموبايل ورقم التلفون الارضي ورقم الموبايل وهتلاقي موجود اسم الوالد مهنة الوالد هتكتب المهنة بتاعته والبرد الالكتروني هتكتب البرد الالكتروني بتاعك البرد العادي وبعد كده هتضغط على حفظ البيانات قبل ما تضغط على حفظ اتأكد من البيانات كويس اتأكد ان انت حملت الصورة مزبوط اتأكد من كل حاجة كويس البيانات تمام الحاجات اللي انت دخلتها سواء البيانات اللي موجودة سواء البيانات اللي هي كانت مطبوعة جاهزة او البيانات اللي انت دخلتها بيدك او الصورة كل حاجة تمام اضغط على حفظ وممكن بعد كده هتعمل طبعات الاستمارة هتطبع الاستمارة تطبعها في ملف PDF وبعد كده ممكن تتبحث من اي سايبر او اي مكتبة هتروح تطبع منه هتطبع من عنده الاستمارة وبالتوفيق لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ان شاء الله